سحب قارورة الغاز القديمة واستبدالها بأخرى جديدة تحترم المعايير الدولية هو قرار نفطال الذي سيدخل حيز الخدمة ابتداء من الأسبوع المقبل بعد الكوارث التي تحدث كل فصل شتاء مع اختناقات وانفجارات بسبب نقص سلامة وأمن قارورة البطان القديمة اليوم كما شاهدت معنا قمنا بتدشين قارورة الغاز الجديدة التي قمنا بتطويرها وانتاجها حسب المعايير المعمول بها هي راح تدخل السوق موازة مع سحب القارورات الموجودة حاليا وهذا تدخل السوق بعد أسبوعين أو ثلاثة سابيع ولمواجهة العجز الحاصل في الميدان رفعت نفطال منطقة انتاجها بسبعمائة ألف قارورة يوميا لا سيما مع التقلبات الجوية الحاصلة ولازم نعرف أن في هذه الحملة الشتوية هذه مؤسسة نفطال نحن نحضرها قبل هي حضرها الشهور قبل هذه وخاصة عندما ندير حوصلة على السنة هذه نحن قمنا بتحضير والسنة هذه كانت أمور استثنائية كانت تقص بارد وقاسي في هذه الفصل الشتاء نسوق ما بين 300 ألف و400 ألف قارورة الحق نسوق الآن 700 ألف قارورة يوميا احترام حياة الإنسان هو أولوية شركة نفطال التي لا تتوانى في تقديم كل ما هو سهل الاستعمال وآمن للمواطن الجزائري